في الحقيقة السكك الحديدية في العالم كله دائماً بيبقى فيها حاجة سنتر ستيشن أو المحطة المركزية ولكن انبارح يمكن كان فيه تطور نوعي كبير جداً في مجال السكك الحديدية في مصر بقى عندنا محطة تانية بتخدم على المحطة الأولانية تقدر تحتوي كل القطارات اللي بتأتي من صعيد مصر تقدر أيضاً تستوعب حركة النقل الجديدة وحركة القطارات الجديدة اللي دخلت الخدمة في مصر انبارح شفنا حاجة عظيمة جداً افتتاح ضخم لمحطة قطارات بشتيل الجديدة المحطة دي جماعة بتعتبر صرح معماري كبير بتصميم فرعوني مهيب بيحسسك بمجرد ما تخش المحطة دي وكأنك داخل مدحف مفتوح عشان كده المحطة دي بتعتبر نقلة مهمة في تطوير السكك الحديدية المصرية وده اللي بيأكله كل مسؤولي وخبراء النقل في مصر وخصوصاً ان هذه المحطة مش بس هتستوعب أعداد كبيرة من الركاب ولكن أيضاً هتستوعب كل القطارات الجديدة اللي الدولة اشترتها مؤخراً تفتكر ايه اللي حيميزها عن باقي المحطات اللي عندنا صراحة المحطة دي فيها حاجات كتير جداً مميزة يعني من بينها التطور التكنولوجي الكبير اللي موجود فيها غير التراز اللي تبنت عليه وهو تصميم فرعوني كمان اللي بيخليني يقول انها محطة بالفعل الاستثنائية هي انها شريان جديد للتنمية لانها بتربط ما بين الصعيد الجديد أو الجمهورية الجديدة بشكل مباشر بكل بقى المحافظات الفكرة ان المحطة دي جزء من رؤية أكبر للدولة وهي بتحقق التنمية الشاملة في كل حتة في مصر مش بس في العاصمة فعلاً الدولة زي ما قلت يا بسانت مهتمة جداً انها تطور يعني حركة وسائل النقل بشكل عام وده مش بس بيخدم الناس في صعيد مصر ولكن ايضاً بيدعم حركة التجارة بيسهل التنقل ما بين المحافظات يعني احنا كنا بنشوف دايماً التكدس على الطرق ما بين العربيات النقل الكبيرة وهي اللي كان يمكن سبب رئيسي من أسباب الحوادث ولكن النهاردة عندنا أيضاً وسائل النقل مختلفة تقدر تخش في هذا المجال المحطة أيضاً بتأكد ان الدولة المصرية بتسعى للتوازن التنموي بتربط كل أقاليم مصر ببعض كمان الشكل اللي تبنت عليه اعتقد انه هو حاجة عظيمة جداً يا جماعة فعلاً زي ما قلنا مدحف مفتوح شكل بيأكد ان العمق التاريخي للدولة المصرية مستمر وزي ما قلت يا بسانت تصميم المحطة شبه المعابد المصرية القديمة يمكن انت جاي من صعيد مصر وأول حاجة هتشوفها بشتيل هتفضل في نفس المناخ الفرعوني اللي موجود يعني مش بس بقيت مجرد محطة للقطارات ولكن أيضاً أصبحت مزار سياحي في وسط المحطة زي ما شفنا في الافتتاح هرم زجاجي ضخم جداً بارتفاع 42 متر ومعها أربع مسلات مصرية بيأكد عظمة الحضارة المصرية طبعاً ده غير الأعمدة المنقوشة اللي بتديك إحساس انك مش بس في محطة قطر ولكن زي ما قلنا انت داخل مدحف مفتوح يعني احنا بالفعل بنشوف حاجة مميزة جداً المحطة مبنية لخدمة مصر لمدة 100 سنة قدام على مساحة ضخمة وفي موقع استراتيجي بيربط ما بين ثلاث خطوط سكك حديد رئيسية سكك خط السعيد وخط المناشي وخط اسكندرية للبضايع يعني بصراحة مش بس هتحسن النقل ما بين المحافظات لكن كمان هتفتح فرص تجارية وسياحية كبيرة في المستقبل كمان هتساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد كل اللي بيحصل ده مش بس مجرد تطوير لحركة النقل ده كمان مشروع خليني يقول شامل هيغير مستوى المعيشة في المنطقة بشكل عام مع مرور الوقت هنشوف تأثيره الاقتصادي بشكل واضح سواء في تحسين الخدمات أو في تحفيز السياحة والنقل احنا بنشوف تطور كبير في السكك الحديد بشكل عام يمكن من كم يوم يا مصطفى كنتنا وانت مع بعض كمان في الحلقة وكنا بننقل يمكن موضوع مهم جدا وهو عودة حركة النقل والقطارات مرة أخرى لسيناء بعد توقف خمسين عام والنهاردة بنشوف انه فيه خط وصل ما بين 3 سكك حديد رئيسية ففيه تطور كبير قوي في هذا الشأن بالتحديد يمكن ده من الأخبار اللطيفة اللي احنا حبينا نبتدي محضراتكم بيومنا وهنتكلم عنه بالتفصيل في خلال الحلقة فتابعونا بنصبح عليكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر